عمر حسين، صانع خزفي بجماعة أغلموس إقليم خنيفرا بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستفادته من تجهيزات عصرية تمكن هذا الشاب من تحقيق حلمه اليوم لم يعد عمر مضطراً لتشكيل الطين وتسخينه بطرق تقليدية اقتناؤه لفرن عصري صديق للبيئة ومحترم لمعايير الصحة والسلامة نقله إلى نمط إنتاج حديث الحمد لله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عاونتنا بزاف ديلم معدات بحل الفران بحل الكاليبروز عاونك باش تنتج بزاف في ضرف وقت واجيز وما تكلفك بزاف ديلم تعب مشروع عمر وغيره من المشاريع المماثلة تأكيد لانخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الحفاظ على صناعة الفخار بخنيفرة المبادرة سهمت عبر البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب في تمويل 116 مشروعاً بغلاف مالي قدره 47 مليون درهم بين 2019 و2022 في هذا الإطار استقبلت منصة الشباب بالإقليم أكثر من 1.000 شاب وشاب وتم كذلك الاستماع إلى حوالي 5.800 شاب وشاب وتم توجيه مجموعة من الشباب والشابات بحوالي 5.642 فرد كذلك تمت مواكبة هذا الشباب من أجل وولوج سوق الشغل وعددهم 1.700 شاب وشاب فيما يخص الحصم قوالة للشباب تم تمويل 48 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي حوالي 5 مليون درهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سهمت كذلك في إدماج 267 شاباً في سوق الشغل بين 2019 و2022 ثم وكبت 253 مقاولة شابة أثناء إحداثها إضافة إلى تمويل 58 مشروعاً بغلاف مالي ناهز 32 مليون درهم برسم نفس الفترة ترجمة نانسي قنقر